اشتركوا في القناة السطور كل ما بتقرريهم بتحفظي السطور وبتلاقيه سهل جدا معيك بازني لي البونتشوت طلب مني كتير جدا على الفيس وللأسف هو مالوش فيديو خالص ولما لقيت له فيديو لقيته بنفس الغرزة بس الشكل الزاوية مختلفة يعني الشكل اللي في الصورة زي هناك كده الغرزة معسومة معنا نفسين عند الزاوية اما في الفيديوهات التانية الغرزة اللي في النص عبرها عن صدفة فبيش بيدي الشكل الجميل ده فانا اشتغلته كده بمجرد النظر للصورة والحمد لله طلع شبهها بالظبط ده كده شكل الغرزة وطبعا بيبان معنا في اللبسة اكتر يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في تنفيذ البونتشوت وان شاء الله هقولك كل تفاصيله في الفيديو يلا نبدأ على بركة اللي نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم البونتشو هنا بيبدأ باننا بنشتغل سلسال بمقاس دوران الرأس يكون من مضاعفات العدد 16 فلو اللي حتشتغلي لها البونتشو قدامك بتشوفي مقاس دوران رأسها كم سنتي وبتعملي عدد من السلاسل بنفس الطول بالسنتي يكون من مضاعفات العدد 16 اما لو مش قدامك فبتشوفي سنها كم سنة وبتروحي تشوفي جدوى المقاسات الطوائف جوجل وانا برضو حنسل لك جدوى المقاسات الطوائف آخر الفيديو هتشوفي كده هتلاقي مكتوب عندك السن وقدامه مكتوب مقاس دوران الرأس بالسنتي فانتي هتشوفي السن كم سنة ومقاس دوران الرأس كم بالسنتي وبتعملي سلسال بنفس الطول يكون من مضاعفات العدد 16 يعني افطر الضلالك 50 سنتي هتعملي سلسال طوله 50 سنتي يكون من مضاعفات العدد 16 احنا عندنا الغرزة هنا لما بنشتغلها كشكل مستطيل بتبقى من مضاعفات العدد 8 يعني بنشتغلها على 8 سلسل اما هنا عشان البنشوف هيتقسم معنا الجزئين وجزء بتكرر معنا في مردين فعشان يطلع عدد الغرز اللي في اليمين نفس عدد الغرز اللي في الشمال فحنشتغلها من مضاعفات العدد 16 اول حاجة هتعملي عودة البداية واحد اشتغلي سلسال من مضاعفات العدد 16 يكون بمقاس دوران الراس ولو عايزة تزوجي يوسع معاك شوية عن مقاس دوران الراس عشان تبقنشو يطلع معاك عند الرقبة وسع شوية فانت ممكن تزوجي 16 سلسلة عن مقاس دوران الراس تمام؟ هنت اول حاجة بتعملي سلسلة اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16 هتفضلي القراري في 16 سلسلة وتقيسي لحد ما توصلي المقاس دوران الراس اللي انت عايزة او لو حبيت تزوجي زي ما قلتلي اما حاجة تبقى عدد السلسل كم تكتبين فرقة كده عشان ما تنزومش فانت حتكملي كده لحد ما توصلي المقاس اللي انت عايزة وحنايجا نكمل معه بعد انا كده اشتغلت لحد ما بقى عندي 64 سلسلة وعشان دي عينة فان اشتغلت 64 سلسلة انت طبعا عدد السلسل هيطلع معيك اكتر من كده انت دلوقتي هتجيبي اتنين من المركر عشان هنعلم على زاويتين البنشو يعني هنعلم على اول سلسلة وعلى اول سلسلة بعد النص عندك فبتكوني حافظة عدد السلسل اللي اشتغلت ديها اول حاجة بتزبطي شغلك كده بتزبطي السلسل عشان ما تطلعش ملفوفة معيك وبتقفلي بمنزلقة على اول سلسلة دخلي كده على اول سلسلة وبتقفلي بمنزلقة تمام كده احنا قفلنا الدايجة بتاعت الدوغان الراس انت هنا دلوقتي هنشتغل زاويتين في البنشو زاوية في الاول وزاوية على اول سلسلة عندنا بعد النص عشان دول اللي هيزيد معيك منهم عدد غرز البنشو كل ما بنشتغل وبنقرر في السطور تحطي علامة كده على اول سلسلة وانت حافظة عدد السلسل زي ما قلتلك فحتحطي علامة على اول سلسلة بعد النص فاحنا دلوقتي هتقطفعي سلسلة وحتشتغلي على كل سلسلة عندك غوزة حشو تمام هتخلي كده على السلسلة اللي قفلتيها وتشتغلي غوزة حشو على نفس السلسلة تمام على نفس السلسلة اللي احنا قفلنا اللي عليها العليم انا كده زبطت الشغل وحاشتغل غوزة الحشو احنا كده اختفعنا سلسلة واشتغلنا غوزة حشو على اول سلسلة عندنا اللي عليها العليم انت دلوقتي عندك عدد السلسل عرفة نصها كيف فحتفظ لي تشتغلي غوز حشو لحد النص هتشتغلي كده انا هشتغل 32 غوزة حشو هندخل كده على كل سلسلة تشتغلي غوزة حشو لحد النص تمام انا هتقرر كده لحد النص اللي هو اللي 32 غوزة حشو هشتغل انا كده اشتغلتها على كل سلسلة غوزة حشو لحد ما بقى عندي 32 غوزة حشو اللي هما نص عدد السليسة هحط العلامة على غوزة الحشو رقم 33 اللي هي اول سلسلة بعد النص اللي هي اول غوزة حشو بعد النص فانت كمان هتحط علامة كده على اول غوزة حشو بعد عدد نص عدد السلاسل اللي انت اشتغلتها اللي هي نص عدد غوزة الحشو بقى وهتكملي بقى على كل سلسلة غوزة حشو لحد ما توصلي لحد الاخر بعد ما اشتغلتها على كل سلسلة غوزة حشو بتقفلي السطر بانك بتدخلي ما بين سلسلة الاودة فيها وغوزة الحشو وبتقفليه بمنظركم وزا ما انت شايفها الجزء عندنا مقصوم نصين بالزبط كده فحيطلع معاك ان شاء الله عدد الغرز اللي على اليمين هي هي نفس عدد الغرز اللي على الشميل احنا كده حطنا العلامتين على معلن نص الشغلة حيبدأ معنا من الزاوية وعند النحية التانية اللي هو بعد كده حيتكرر معنا جزء مرة كمان وده برضو بيبقى بدايته الزاوية فانت هنا حيبدأ معاك السطر بانك حتتدفعي تلات سلسل ودول بنعتبرهم عمود وهتشتغلي تلات سلسل فرق ما بين العمود والعمود اللي بعد هتخلي على نفسه غوزة الحشو اللي عليها العلامة تشتغلي عمود يبقى احنا كده اشتغلنا عمود تلات سلسل عمود هتشتغلي تلات سلسل وعمود على نفسه غوزة الحشو يبقى احنا على غوزة الحشو اشتغلنا تلاتة من العمود واحد اتنين تلاتة واثنين من التلات سلسل ودي كده الزاوية عندك عشان كده زايد معنا فيها تلات سلسل عمود تمام؟ هتشتغلي بعد كده تلات سلسل واحد اتنين تلاتة وحن نشغل 3 غلص حشو جنبه بعض على كل غلص حشو كده 2 وكده 3 وحن نشغل 3 غلص حشو عمود ثلاث سلاسل وبتشتغلي عمود على نفسه غوزة الحشو يعني على غوزة الحشو اشتغلنا عمود ثلاث سلاسل عمود هنا الغوزة معينا زي ما نشايفه كده عندنا ثلاث سلاسل موضة واحدة بس اما هنا كان عندنا اتنين عشان الغوزة عندنا بتزيد من الزاو هتشتغلي واحد اتنين تلاتة وبتسيب غوزة حشو اتنين وجوه التالتة بتبدأي تشتغلي ثلاث غوزة حشو على كل غوزة حشو غوزة حشو واحد اتنين تلاتة تمام؟ وهي دي الغوزة اللي بتتكرر معيك يعني اللي حكرره معيك ده هو اللي حيتكرر معي لو انت بقى شغلة على مساحة اكبر منها شغلين اشتغلي كده ثلاث غوزة سلسلة وبتسيبي غوزة حشو اتنين وبتشتغلي عمود ثلاث سلاسل وعمود على نفسه غوزة الحشو ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وبتشتغلي ثلاث غوز حشو في الاول بتسيبي غوزة دين حشو بتبدأي تشتغلي ثلاث غوز حشو على كل غوزة حشو غوزة حشو واحد اتنين تلاتة وتلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وبتبدأي تكرره واللي بيتكرر معيك هو الغوزة عندنا هي العمود ثلاث سلاسل عمود ثلاث سلاسل ثلاث غوز حشو ثلاث سلاسل بتقرري كده انا هكررها مرر كمان وحوصل للزاوية انتي لو شغلها عدد ثلاثل اكتر هتقرري لحد ما توصلي للزاوية وحيجويك هنشتغل زي بعد ما قررت وهو ده الجزء اللي بيتقرر معنا هنبدأ نشتغل في الزاوية والزاوية هي هي بتقرر معنا يعني الجزء اللي احنا اشتغلناه دلوقتي ده هو هو اللي حيتقرر معنا من اول ما تقرر معنا العمود 3 مرات لحد الاخر فانتي هنا بتشيلي بقى العلامة وإحنا خلاص مش هنحتاجل على مرات جي وحتبدأي تشتغلي هتسيبي غوز الحشو اتنين والتالتة هي اللي كان عليها العلامة هتشتغلي عليها زي ما اشتغلنا على الجنب الأول عمود 3 سلاسل وبعدين عمود و3 سلاسل وعمود يعني على نفسه غوز الحشو اشتغلت لي 3 من العمود و2 من ال3 سلاسل هتشتغلي 3 سلاسل 1-2-3 وبيتسيبي غوز الحشو اتنين بتبدي تجي على التالتة تشتغلي 3 غوز حشو جنبه بعض على كله غوز حشو غوز حشو وبتشتغلي 3 سلاسل وبتقلقي بعد 3 غرص حشو بتشتغلي 3 سلاسل وبتسيب غرزة الحشو وبتشتغلي عمود 3 سلاسل عمود و3 سلاسل وبتسيب غرزة حشو 2 وبتبدأ على الثالثة بتشتغلي 3 غرص حشو جميعا على كل غرزة حشو وغرزة حشو 3 سلاسل وبتقلقي حتقلقي جزء كده لحد ما توصلي لحد اخر الصدر واخر الصدر عندنا كانت هي الزاوية بعد ما وصلت لاخر الصدر واشتغلت 3 سلاسل هتدخلي على ثالث سلسلة سلسل ارتفاع ويبقى بعدها عندك في 3 سلاسل واحد اتنين ثلاثة وعندنا واحد اتنين ثلاث سلسل تمام وبتدخلي كده على ثالث سلسلة تقفليه بمنظر لكم وده كده شكل الصدر الاول من الغرزة عندنا واحنا عندنا الزاوية بتتكرر مرتين اللي هي اقرب عن عمود ثلاث سلاسل عمود ثلاث سلاسل عمود اتكررت مرة اهي ومرة قدامها بالزاوية تمام ما بينهم عشان انا شغالة اربعة وستين سلسلة فتكررت عندي الغرزة ثلاث مرات بعد الزاوية واحد اتنين ثلاثة ومن الجنب الثاني واحد اتنين ثلاثة انت عدد الغرز عندك هيطلع حسب عدد السلاسل اللي اشتغلتها السطر الثاني من الغرزة احنا عندنا الاول لحشو مش بيتحسب معينة اول حاجة بتدخلي المنزلقة جوه الثلاث سلاسل واحنا هنا هنشتغل جوه الثلاث سلاسل سبعة اعمدة فانت في اول السطر تقدفعي الثلاث سلاسل ودول بنعتبرهم عمود فهتدخلي تشتغلي ستة اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست وباختفعي الثلاث سلاسل فكده اشتغلت سبعة اعمدة الجزء اللي هشتغله معاك دلوقتي هو ده اللي ايه المهم عشان يطلع عندك الجزء اللي انا الناسة ده يطلع متفضع معاك بالشكل السليم فاحنا هنا بنشتغل سلسلتين وبندخل على العمود اللي هو كان تاني عمود تحت نعمل منزلكه وبعد كده بنشتغل سلسلتين وبندخل تاني جوه الثلاث سليسل نشتغل سبعة اعمدة يعني كده اشتغلتش سبعة اعمدة سلسلتين ونزلقه على العمود اللي في النص سلسلتين وبعدين على الثلاث سليسل وقم اتنين بتشتغلي سبعة اعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وده كده شكل الزوية عندك والزوية دي بتتقرر معاك مرتين مرة هنا ومرة في الجنب التاني اللي كنا حطين على العلم عبره عن ايه؟ لماذادي سبعة اعمدة سلسلتين منزلقه سلسلتين سبعة اعمدة هنا هكذا واحد اتنين ثلاثة سلاسل بتشتغلي سبع عمدة والت كل عندك حيبدأ من اول السبع عمدة دول بتشتغلي جوه الثلاث سلاسل سبع عمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع بعد السبع عمدة بتشتغلي اربع سلاسل ستنقل اربع سلاسل بتشتغلي اول غرصة حشو فكده بقى عندي غرصة حشو واحدة اربع سلاسل تمام وبتقرر بتدخلي جوه الثلاث سلاسل تشتغلي سبع عمدة يبقى اللي بيتقرر معيك الجزء السهل ده سبع عمدة جوه الثلاث سلاسل اربع سلاسل حشو اربع سلاسل حتقرر كده لحد ما توصلي لحد الزاوية تشتغل أربع سلاسل بعد ما قرر على هثار هذا السطر ستتença أعليه pih لبداية الزاوية الجديدة وانت هتقرر وحقول لك بداي يقرر من لنا فتقرر تمام هتدخلي كده هنا بقى هتدخلي تشتغلي سبعة عمدة جوه السليسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة 5 6 7 جوه الثلاث سليسل اعمدها ستشتغلي بعد كده سلسلتان وتنزلي كده على العمود اللي هو الثاني وتشتغلي منزلكة سلسلتان وترجع تدخلي جوه الثلاث سليسل اللي قم اتنين اللي ما بين العمود الثاني والثالث وتشتغلي سبع عمدة كده اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وده كده الشكل عندك والجزء ده بيتكرر معاك مراتين بس وهو ده السبب في زيادة عدد الغرز كل ما بنزوده السطور بيزيد معنا عدد الغرز بسبب الزوية دي هتشتغلي بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة وبتشتغلي غوزة حشو واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة وبتشتغلي السبع عمدة وبتكرروا سبع عامدة اربع سريسل غوزة حشو أربع سريسل لحد ما بتوصلي للجنب التاني بعد ما قربت ووصلت لاخر السطر واشتغلت حشو أربع سريسل تدخلي على تلات سلسلة سلسل ارتفاع وبتقفلي بمنظركم وده كده بيبقى شكل الكنشو عندك تمام السطر الثالث من الغرزة احنا هنشتغل على السبع عمدة على كل عمود غرزة حشو ففي اول السطر بترتفع سلسلة والسلسلة دي بنعتبر غرزة حشو يعني هنجي نفل في الفئة منزلقة وتبين غرزة حشو هتشتغلي بعد كده على تاني عمود يعتبر غرزة حشو على التالت غرزة حشو كده ثلاث غرزة حشو أربعة خمسة ستة سبعة يبقى احنا كده اشتغلنا على كل عمود غرزة حشو هتشتغلي بعدهم خمس سلسل واحد اتنين تريتة أربعة خمسة والخمس سلسل دول عندك في الزوية تاني يعني ما بين السبع غرزة حشو السبع اللي بعدهم خمس سلسل هنا وفي الجنب التاني اما الباقي كله حيمشي معك في الجزء حيبقى سبع سلسل فانت هنا بتسيب سرسلتين تغضي بالك كده وتدخلي على أول عمود وتبدأي تشتغلي على كل عمود غرزة حشو كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمام؟ يبقى احنا كده ده كده الشكل اللي عندك عند الزوية هيقرق عن سبع غرز حشو خمس سلسل سبع غرز حشو يعني ما تجد تقرري هتقرري بالشكل هنا بقى الفرق عندك هيبقى سبع سلسل فهتشتغلي سبع سلسل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هتروحي على السبع عمدة تشتغلي على كل عمود غرزة حشو كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة وهو ده الجزء اللي بتقرر معك هتشتغلي على كل عمود من السبع غرزة حشو فحيبقى عندك سبع غرز حشو وبعدهم سبع سلسل وبتقرري لحد ما توصلي للزاوية ولما توصلي للزاوية بتشتغلي عليها بالشكل ده سبع غرز حشو وبعدين خمسة سلسل وسبع غرز حشو هتقرري بقى كده لحد الاخر وبعد ما بتشتغلي الزاوية بترفي وتكمليه وحنيجي نقفل الصدر معها بعد ما قررتي وده كده الشكل عندك واشتغلتي السبع سلسل هتدخلي على أول سلسلة اللي قلنا حنيجي نقفل فيها وتبين غرزة حشو وبتقفليه بمنظر تمام؟ وده كده شكل الزاوية من عند الجنب الأول اللي احنا اشتغلناه مع بعض وده الجنب اللي احنا اشتغلناه لوحدين تمام؟ فانت دلوقتي تبقي وغضي بالك كده ان هنا خمس سلسل بس مش سبع جزئ ده بس اللي فيه خمس سلسل السطر الرابع وهو تكرور للسطر الأول احنا عندنا الغرزة بتكتمل في 6 سطور بس في السطر الرابع منها بنبدأ في أول سطر من غرزة جديدة يعني بعد كده التكرار عندك هيبقى ثلاث سطور كل ما بتكرري الثلاث سطور بتبقي في نصر الغرزة اللي بدأتيها في الثلاث سطور اللي قبلهم وتبقي بداية أول سطر من غرزة جديدة فبعد كده لما هتكرري هتكرري من أول السطر الرابع السطر الرابع بدايته احنا هنا هنشتغل غرزة حشو على ثالث غرزة حشو فهتدخلي منزلقة على ثاني غرزة حشو ومنزلقة على الثالثة وحيبدأ السطر معنا من على ثالث غرزة حشو هتقدر فعي سرسلة بعد تبرع غرزة حشو وبتدخلي على غرزة الحشو الرابع تشتغلي عليها غرزة حشو كده يعتبر اثنين وعلى الخمسة غرزة حشو كده يعتبر دلتة احنا ما بنشتغلش على أول غرزة حشو ولا على آخر غرزة حشو هتشتغلي بعد كده أربع سليسة وزا ما انت شايفة كده حيبقى تقرار للسطر الأول معيك فهتدخلي جوة الخمسة سليسل تشتغلي عمود ثلاث سليسل عمود ثاني ثلاث سليسل وعمود ثلاث هي جزاوية عندنا زي ما اشتغلناها تحت كده تمام بعد كده بتشتغلي أربع سليسل واحد اتنين تلاتة أربع وهنا بقى بيبن معيك للشغل فبتسيبي غوزة حشو والتانية وتدخلي جوة التالتة تبدأ تشتغلي تلات غرز حشو واحدة على الثالثة واحدة على الربعة واحدة على الخمسة والستة والسبعة ما بنشتغلش عليه فقال له معينا وبقوا تليس هتشتغلي أربع سليسل واحد اتنين تليسة أربعة وبتدخلي هنا بقى بتنزود وبنتشتغل أول صدر في الغوزة الجديدة فبتسيبي غوزة سلسلة والتنين والتالت الغبعة بتدخلي جوها وبتشتغلي عمود ثلاث سلاسل عمود على نفس السلسلة أربع سلاسل وبتسيبي غوزة حشو اتنين وبتدخلي جوة التالتة تشتغلي ثلاث غرز حشو جوة من ببعض واحدة على الثالثة واحدة على الغبعة وواحدة على الخمسة وما بنشتغلش لعها للستة ولا على السبعة وأربع سليسل واحدة نين تلاتة أربعة وهو ده الجزء اللي حيفضل يتقرر معاك لحد ما توصلي للزاوية اللي في الجنب التاني هو العمود ثلاث سليسل عمود على الرابع سلسلة وبعدين أربع سليسل ثلاث غرز حشو على الثالثة والخمسة وبعدين أربع سليسل بعد كده بتقرر زي ما قلت لك كده لحد ما توصلي لحد الزاوية بتشتغلي بقى الثلاث غرز حشو بتشتغلي الزاوية اللي احنا بدأنا بها السطر هتقرر كده ولما توصلي الزاوية وتشتغليها بترفي وتكملي الغرز وحنيجي نقفل السطر مع بعض آخر السطر بعد ما قررتي واشتغلت الأربع سليسل هتدخلي وتقفلي بمنزرقة على أول سلسلة اللي قلنا هنجي نقفل فيها وتبان معنا غرزة حشو تقفلي فيها كده بمنزرقة وبانت معنا غرزة حشو تمام وده كده شكل اللي جزء عندك واحنا كده اشتغلنا الزاوية اللي في الجنب الثاني هي هي اللي اشتغلناها في الجنب الأول وده كده شكل السطر الرابع واحنا في السطر الرابع زد معنا عدد الغرز غرزة من كل جنب فانا هنا كان عندي ما بين الزاوية والزاوية الغرزة متقررة تلات مرات واحد اتنين تلاتة في السطر الرابع الغرزة بدأت تقرر معي أربع مرات واحد اتنين تلاتة أربعة وفي الجنب الثاني نفس الكلام وكده انت كمان كل ما بتزودي ثلاث سطور بيزيد معاك غرزة من كل جنب السطر الخامس وحنا في السطر الخامس هيقل له معنا عدد غرز الحشو وحيبقوا واحدة بس فانت بتدخلي بمنسلقة على تاني غرزة حشو وبترتفع سلسلة وحنيجي نقفل فيها في اخر السطر وتبقى هيجي غرزة الحشو بعد كده بتشتغلي أربع سرسل يعني كده اشتغلنا خمس سلسل منهم واحدة غرزة حشو وهنا بيبدأ معاك السطر الخامس وهو تكرار للسطر التاني اللي هو هيبقى لك هو التلاث سلسل بتشتغلي سبع عمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع بعد ما اشتغلت السبع عمدة بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي جوه العمود التاني تشتغلي منسلقة وسلسلتين وبترجعي تاني تدخلي جوه التلاث سلاسل اللي بعدهم تشتغلي السبع عمدة واحد اتنين تلاتة كده اربعة خمسة ستة سبع يبقى احنا الزاوية عندنا كانت اضرها عن سبع عمدة سلسلتين ومزارقة على العمود وسلسلتين وسبع عمدة وهي هي الزاوية زي ما نشايفها الزاوية بتتكرر معينا كل ترات سطور بعد كده بتشتغلي اربع سليسل واحد اتنين تلاتة اربع وهنا عندنا تلات غرس حشو بيقلوا معينا وبيبقوا واحدة بندخل على تاني غرزة حشو نشتغل غرزة حشو وبعدها اربع سليسل واحد اتنين تلاتة اربع الجزء اللي هي تكرر معك ولا انا هشتغلوا معيك دلوقتي جوة الثلاث سلاسل اللي ما بين العمودين بتشتغلي سبع عمدة واحد اتنين تلاتة اربع خمسة ستة سبع واربع سلاسل وعلى تاني غرزة حشو بتشتغلي غرزة حشو اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع وبتكرروا بتدخلي جوة الثلاث سلاسل بتبدأ التكرار اللي هو سبع عمدة جوة الثلاث سلاسل واربع سلاسل وغرزة حشو على تاني غرزة حشو واربع سلاسل هتقرروا كده لحد ما بتوصلي لحد الزاوية بتشتغلي زي ما اشتغلنا الزاوية الاولى وبعد كده بتلفي وبتكملي الغرز وحنيجي نقفل السطر اخر السطر بعد ما اشتغلت الاربع سلاسل هنا بندخل على اول سلسلة اشتغلناها وبنقفل بمونسلقة وبكده بتبين معينا انها غرزة حشو زي ما انت شايفها السطر الخامس كان هو تكرار لسطر التاني بس المكان الغرز اختلف معين يعني بعد ما كانت الغرزة في الجنب ده اتحركت وبقت بالشكل ده وعشان كده الغرزة بقت تكرار لتلات سطور بس وده كده الشكل عنه السطر السادس من الغرزة وده تالت سطر معينا في التكرار فاحنا هنا هنشتغل سبع غرز حشو على كل غرزة حشو غرزة حشو فعشان نوصل لبداية السطر هندخل بمنظلقات على اول سلسلة والتانية منظلقات الثالثة ومنظلقه على الرابعة ومنظلقه بوه اول عمود على اول عمود كده بتعمليه منظلقه فاحنا كده دخلنا منظلقات عشان نبدأ من على اول عمود حتى يدفع سلسلة وهنا زي تكرار السطر الدلت بالصبت حتى اشتغلي على كل عمود وغرزة حشو كده نعتبر اشتغلنا على اول غرزة حشو اشتغل كده على الثاني كده تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بعد السبعة بتعملي خمس سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة الخمس سلسل دول بيبقوا عند الزاوية بس عند الزاوية دي والتاني هتدخلي على اول عمود وتبدي تشتغلي سبعة وغرزة حشو على كل عمود وغرزة حشو كده تلاتة اربعة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة يبقى انت عندك هنا بس اللي عند الزاوية اللي ببقى من اللي ما بين السبعة غرزة حشو السبعة اللي بعدهم خمسة سلسل لما الباقي كله هيمشي معيك سبعة سلسل هتشتغلي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة والتكرار عندك هيبدأ من احنا هنروح على اول عمود من السبعة هنبدأ نشتغل على كل عمود وغرزة حشو كده الشكل عندك هتشتغلي كده غرزة حشو التانية تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة بعد الزاوية غرزة حشو بيبقوا سبعة سلسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وتوحي على اول عمود و بتبدأي تشتغلي عليه سبعة غرزة حشو على كل عمود وغرزة حشو فانجي هتقرري كده من اول غرزة الحشو الاولى لحد اخر في السلق الزاوية هتقرري كده ولما بتوصلي للجزء اللي عنده الزاوية بتشتغلي زي ما اشتغلنا الزاوية الاولى وبتلفي وبتكملي الغرز وبتكملي كده لحد اخد الصدق بعد ما قربت واشتغلتي السبع سليسل هنا بنقفل بمنزلقة على اول سلسلة اشتغلناها اللي قلنا هتبين معينا انها غوزة حشو تخليه كده وطيفليه بمنزلقة واحنا كده اللي اشتغلنا ست سطور وتقرر الغوزة عندك هم التلات سطور وده كده الشكل عندك وزا ما انت شايفه اللي ان الناسة بتتفضع معينا عند الزاوية وده اللي بيسبق بزيادة تمام فانت هتفضلي تقرري في التلات سطور دول واحد اتنين تلاتة هتفضلي تقرري فيهم لحد ما توصلي لطول اللي انت عايزه ولو عايزة تركبي شراشيب هنركب شراشيب في الاخر مع بعض بس هنا بعد ما بتقرري اخر سطر عندك في التقرار هيبقى تقرار السطر التاني يعني هتخلي اخر سطر عندك هو اللي فيه السبع عميدة تمام هتكملي كده وانا حيجل الوقتي اكمل معيكي بس انا هباشتغل على نموذك صغير ده كده شكل البونشور بعد ما بنقرر في التلات سطور بيزيد معنا عدد الغرز وبتديره شكل حلو جدا زي ما انت شايفكي ده كده الشكل من عند الزاوية شكله جميل جدا انا هنا اشتغلت على الرقبة اشتغلت على الغرز الحشو اشتغلت سبع غرز حشو على كل غوزة حشو غوزة حشو وعد تم اشتغلت غوزة حشو عليها بيكو عطالوا الشكل ده يعني غوزة سهلة جدا انت لو حبيت تشتغل ياقة هتلاقي على القناة انشغلها كذا بمتشور وكل بنشور لي ياقة شكل هنزلك الفيديوهات بتاعتهم في صندوق الوصف تختاري اليقة اللي انت عايزها ده لو انت حاب تغيري في شكل ياقة بتجيب الخيط وبتقصي منه حوالي 80 سنتي عشان احنا هنتني الخيط على 8 بعد ما بتقصي الخيط بتتنيه على 2 بالشكل ده وبعدين بتتنيه على 4 في بتبقى عندك الخيط متنيه على 4 فتليت هتجيبي كده النقص بتاعه اللي هو كده هيبقى على 8 فتليت نجيب النقص بالطريقة دي وهتبدأي تركبيه احنا هنا هنركب الشراشيب هنركبها على ال 4 سلاسل قبل غرزة حشو وعلى ال 4 سلاسل بعض غرزة الحشو وعلى العمود الربح تمام؟ يعني هما دول التلات اماكن اللي بتركبي فيهم الشراشيب فانتش كده بتدخلي على ال 4 سلاسل اللي هما ما بين غرزة الحشو وما بين السباق اعمال هتدخلي كده وهتجيبي هتدخلي الابرة وتكون الخيط عندك بالشكل ده كده تمام؟ بتسحبي الخيط وبتكون ابرة يستحسن تبقى كبيرة شوية عشان الخيط يبقى مصبوط معي هتمسكي الخيط كده وتسحبيه تمام؟ وبعد كده بقى بتزرطي الخيط بالطريقة دي فانت كده بيقدر وش الشراشيبه عندك بتبقى عندك وش الشراشيبه بالشكل ده بتقرر نفس الكلام في الشراشيبه اللي بعدها بتتني الشغل كده بالطريقة دي وبتدخلي الابرة جول الاربع سلاسل وبيكون الخيط معيك فوق الابرة بالشكل ده يعني فوق الشغل بالشكل ده واعطيه ورجعه الورا وبتسحبي الخيط وبالابرة كده بتسحبيه وبعد كده بتزرطي زي ما انت شايفه هي وش الشراشيبه قدامك عشان لو ركبتيها بالعكس حيبقى دك كده حيبقى الشكل من قدام فحيبقى شكله مش حلو لكن كده شكلها أحلى الشراشيبه اللي بعدها بتركبيها ما بين العمود الرابع وما بين العمود الثالث تعدي واحد اتنين تلاتة وما بين الرابع والثالث بتدخلي كده وبتسحبي وبالشكل ده كده أبسط حيجي تمام ده كده شكل الشراشيب عندك اما الشراشيب اللي عند الزوية بتركبي واحدة ما بين العمود الرابع وما بين العمود الثالث وواحدة ما بين العمود الثالث والعمود الرابع فبيبقوا جنب بعضه وحوريكي شكله من دلوقتي هتدخلي كده ما بين العمود واحد اتنين تلاتة هتدخلي كده ما بين الثالث والعبع وبتسحبي الخيط كده تمام وبتعديب ايدك بقى لو الموضوع الصعب عشان الخطاف بتاع الابرة بيبقى برضو ايه مش مسك نفسها وبتعملي كده اما التانية بنركبها في الجزء ده بتعدي كده من هنا واحد اتنين تلاتة وما بين الثالث والربع تدخلي كده وتسحبي الخيط تعدي بس كده وبعدين بتغديب ايدك بالطريقة ده وكده ركبنا هيكي وده كده الشكل من عند الزاوية احنا ممكن نركب برضو شرشوبة كده ما بين الزاوية والزاوية في الجزء اللي فيه السلاسل نركبها قده بالطريقة اللي هتشوفيها برضو عشان تدي شكل حلو هندخل كده جوا السلسلتين تمام ونركب واحدة كمان عشان بقاش في فراغ كبير كده ده كده الشكل لما انا ركبت الشرشوبة هي في النص ما بين الزاوية ما بين السبع عميدة والسبع عميدة ده كده الشكل عندك انت بقى بتقرري بنفس الطريقة كده بتركبي الشرشيب على الاربع سلاسل اللي قبل الحشو واللي بعد الحشو وعلى ما بين العمود الرابع وما بين العمود التالي بتفضلي تركبي كده وبعد كده بتيجي عند الزاوية بتشتغلي تلاتة من الشرشيب بالطريقة دي وبعد كده بتقصصيهم وبتصبطيهم ده كده شكل البنشوب بعد ما ركبت له الشرشيب وزا ما انت شايفة عطيته شكل جميل انا هنا قللت عدد الفاكليات في الشرشوبة وخليتها اربعة بس لاني لقيت على تمانية كبيرة جدا على حجم البنشوب انت برضو بتخلي الشرشيب على حسب حجم البنشوب كمان على حسب ثمك الخيط يعني ممكن تعمليها على اربعة فى ثلاثة او على ستة او على تمانية البنشوب هنا انا اشتغلته معاك كعينة ولو حيلبس حيلبس بالكتير قوي لحد سن ثلاث شهور واخد مني حوالي شلة ونص من الخيط الخيط اللي انا اشتغلت به البنشوب اسمه باريس وفي نفس الصمك إليز بيبيس كريم نفس الصمك بتاعه فانت ممكن تشتغلي باي خيوط سواء متوسطة الصمك او رفيعه وممكن ساميكة كمان هيكبر معاك البنشوب صورة ولو حبيتش تشتغلي للصيف هتشتغلي باي خيوط برضو متوسطة الصمك او ساميكة تكون قطن انا كده خلاص سمعكي فيديو البنشوب يا رب يكون الشرح كان واضح ليكي وان شاء الله نتقابل في فيديو قريب ولحد ما نتقابل اسردكم فراعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة